يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أوضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله لغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب علي أنه لا يتولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في غيب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من مطفد ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة ومخلقة وغير مخلقة ونبيل لكم ونقر في الأرحاب ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم ضفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أهدل العمل لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء أهدزت وربت وأنبتت من كل زوج فهيج ذلك بأن الله والحقل وأنه يحول موتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة أتيت لا ريب فيها وأن الله أعثم في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولو دول كتاب منير ثاني عطفه لغل عن سبيل الله لو في الدنيا خزنوا وانذيقوا يوم القيامة عذابا حريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام لعبيد ومن الناس من يعبد الله على حق فإن أصابه خير رقم أن به ونصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الحسران مبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعنوا الصالحات أنات تجري من تحت الأنهار إن الله يفعل ما يذيد من كان يظن أن لن ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمجد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلنضر لذبن كيده ما يريد وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يضي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يخصي بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شديد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس كثير حق عليه العذاب ومن ينهر فما له من مكرم إن الله يخعل ما يشاء هذان قصمان اختصروا في ربهم فالذين كفروا قطعة الأمثياب من ناري مصف فوق الروسيب الحميم يسهر به ما في بطونه والجبود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحقيق إن الله يدخل الذين آمنوا وعنوا الصالحات جنات تجري من تحت الحنها يحلون فيها من أساور من ذهب ولولا ولباسهم في أحرير وودوا إلى الطيب من القول وودوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ونسجد الحرام الذي جعلناه من الناس سواء العاجع فيه والباد ومن يرد فيه بالحاحل بظلم نذق من عذاب الأليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وقائمين وركع السجود والذين في الناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فجر عميق يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيامها معلومات على ما رزقهم من بذيمة الأنعاب وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا ثفثهم وليوفوا نورهم وليطرفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعطي حرمات الله فهو خير له عند ربه وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول السور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما قر من السماء فتخطروا الطير أو تهوي برح في مكان سحيق